الرمى وكريم اخر يسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته او كريمة تسأل كنت عايزة اتأكد من صلاة السهو تقصد بذلك سجود السهو ممكن توضحها كل ما تطلب صلاة وهل لو سهو الكثير اكثر من حاجة تكون صلاة واحدة للسهو يعني هذه طبعا السؤال ليس على الصلاة السهو ليس له صلاة السهو المقصود به سجود سجود السهو انا ساقرب لك اختي الكريمة مسألة السهو ومسألة تقريب السهو قف قف دلدال وبينهما انت مخيارة هذه تيسر عليك مسألة السهو ومفهومها عفوا الانسان يأتي يأتيه الشيطان وهو في الصلاة يوسس له يوسس له وليضيع عليه ليفسد عليه صلاة ويضيع عليه صلاة فهذا يعني ينسى لا يدري كما قال نسانا فلا يدري صلى ثلاثا ام اربعة طيب هذا الامر فيه امور اول شيء ان جاء نسيانا ان جاء النسيان في صلاته فنسي صلى ركعتين ام ثلاث صلى ثلاثا ام اربعة يبني على اليقين يبني على اليقين يقول يقول هي ثلاث ما يقول هي اربعة يقول هي ثلاث ويبني ويبني على ذلك ثم في النهاية يسجد لسه طب متى يسجد قبل ان يسلم بعد ان يسلم قلت القاعدة هذه اقرب في اقرب اقوال المحققين كقول مالك وهو بقوله نعم ان السجود ان كان من نقص فيكون قبل الصلاة وان كان من زيادة فيكون بعد بعد الصلاة اقول وقريب من قول الحنبلة في هذا الباب الذي قال وضار ما الاحد سحسو دارت فيكون قف قف دلدال ما بينهما انت مخير قف قف لو كان من نقص في الصلاة قام من تشهد الاوسط يسجد قبل السلام قف قف قبل السلام نقص قبل السلام طب كان زيادة زيادة ركعة زيادة زيادة سجودا او زيادة جلوسا فيكون السجود بعد الصلاة دلدال يعني اذا كان زيادة فيكون بعد الصلاة طب هو شك في الشك انت مخير ان يكون قبل السلام او بعد السلام كمرض احاديث بانه سلم انه سلم ثم سجد او سجد ثم سلم. لكن نحن نقول الاقرب من ذلك ان يكون قبل السلام. لان ده الاصل في الصلاة. كما قال الشفاهية الاصل في الصلاة ان السلام جزء من السهل. السجود جزء من الصلاة فيكون مع الصلاة. فيكون الاولاء ان كنت شاكا فانك تبنى او ان كنت شككت ورجحت في هذا الباب. طب سجودك ماذا تفعل? يكون السجود قبل السلام. يكون السجود قبل. وهذا ملخص مسألة سجود السهو لا صلاة السهو. للاخت الفاضلة الكريمة السائلة.